عزوز المشاهد أهلا وسهلا فيك في الجزء الثاني من الأساطير والمخلوقات اليابانية اللي من المفترض أنها مرعبة لكن بعدين تطلع كوميديا بدون كثر كلام وبدون مقدمات وبدون مؤخرات خلونا ندخل في الفيديو على طول ننخش في الموضوع على طول ننخش في الموضوع طبعا كلكم تعرفون سبايدر مان اللي هو عبارة عن شاب جميل هكذا اللي دغى عن كبوت فصار الرجل العنكبوت زي سبايدر مان لكن في اليابانين عندهم سبايدر ويمن وأول ما أقول سبايدر ويمن راح تتخيلوا هذا الشكل ولكنه عزوز المشاهد ليس صحيح يا خروف وإنما سبايدر ويمن أو اسمها في الياباني جورو جومو توقع لفضلتها صح هذا الكائن عبارة عن يوكي مجددا هذا العنكبوت الصغير يبدأ شوية شوية يكبر لغاية ما يصبح عنكبوت كبير وهذا عنكبوت كبير باعتمارة يوكي يقدر يتحول لأي شكل من الأشكال يتحول لأمرأة مزة ليش حتى يخرفن الشباب هكذا وأول ما يجي الشاب الجميل على طول تروح تسويه محشي محشي بشري وتروح تاكله الجوري جومو أكلها المفضل هو الرجال يعني عزوز المشاهد الرجل خاف على نفسك من الجوري جومو إذا كنت خروف وتقريبا كذا معطم الرجال خرفان فيعني الله يرحمنا كلنا الكائن اللي بعده والأسطورة اللي بعدها هي المرأة ذو الفم المشقوق تخيل عزوز المشاهد أنت في يوم من الأيام وكذا طلع في الليل الساعة مثلا ثلاثة الفجر أو شيء راح يطلع اكثرة الفجر مش نقول أنك في رمضان مثلا رايح اكثرة الفجر تجيب السحور فجأة تلقى ولية من بعيدة جاي عليك هذه الولية لابسة ماسك يعني يمكن بها كورونا ولا شيء فهذه الولية من بعيدة تقترب منك وتقول لك هكذا فجأة هو أنا حلوة ولا لا فإذا قلت لها لا راح تشققك في الصين وإذا قلت لها نعم فرح تخلع الماسك أو الكرامة تكشف عن وجهها فيطلع وجهها أو فمها مشقوق تسألك يا رب دلوقتي أنا حلوة ولا لا فإذا قلت لها راح تشق وإذا قلت نعم سوف تقوم بشقي وجهك يعني مما أنه حلقها مشقوق فحزنت فقالت خليني أشب حلوق الجميع فإذا قلت نعم راح تشقق فمك حتى يصير شكلك مثلها يعني بكل الأحوال التعزيز المشاهد مشقوق والولية دي غثيفة غثيفة جدا يعني أي جواب تجاوبة ترح تنشق الموضوع مش مستهل يا حق كل اللي عليك أنت تسويه هو أنك تروح تسوي عملية تجميل بس خلصان بشياك عملية تجميل هكذا تزبطي فمك تزبط المناخير برضو وتطلع لنا فاشونيسطة تسوي حساب بالإنستجرام يجيك يفد مليون خروف وامورك هتبقى زي الفل بدل ما تشقينها ونشقك والليلة السودة دي كلها خلاص تنحل أزمتك الكائن اللي بعده اللي هو أوكيكو إذا كنت من متابعي وانبيس ومستحمل التنطيط والأرف اللي بيحصل فتتعرف أن أوكيكو شخصية موجودة في وانبيس فيب عزيزي المشاهد مؤلف وانبيس اختبس هذه الشخصية من هذه الأسطورة كان في فتاة صغيرة جميلة هكذا اسمها أوكيكو هذه الفتاة كان عندها دوميا تلبس كيمونو كيمونو هذا الزي الشعبي الياباني هذه البنت الصغيرة ماتت من البرد فطلعت الروح حقتها ودخلت في الدوميا وبدأت هذه الدوميا بشكل غامض شعرها يطول مع أنه دوميا يعني شعرها يصير حقيقي وناس حطوا الدوميا هذه في معبد حتى يخلصوا من شرها يقول لك لحد الآن لا أحد يعرف ليش شعرها يطول مع أنه هي دوميا والحل عندي وأنا الصراحة عارف لأنها استخدمت أزوز المشاهد شامبو زلنطح وشامبو زلنطح يوصح به لأطباء اليابانيين للحفاظ على الشعر الأسطورة اللي بعدها اللي هي تيكي تيكي أوكي الاسم ما رغبي ولكن خلونا نشرح كان في شابة جميلة كيوت عليها كثير من الضغوطات وعندها الكثير من المشاكل فمرة من المرات فيها داخل متر الأنفاق قامت برمي نفسها في القطار فالقطار شقها لنصين ولكن البنت ما ماتت وإنما بسبب غضبها وحقدها الجزء الفوقاني بس ظل عايش لإنما الجزء التحتاني مات فالجزء الفوقاني على الرغم أنهم بدون رجلين يقدر يمشي بسرعة كبيرة جدا وهذا المخلوق اللي هو عبارة عن نص فقط وكأنما يوكي من ذوي الاحتياجات الخاصة هذا ماسكة كذا منجل وأيحد تشوف وتنتقم منه وتشقه لنصين برضه في بعض الصور اللي صراحة يعني تخوف الآن ننتقل إلى الأساطير المرحاضية هاهههه هاه أقول لكم ليش سميتها بهذا الاسم أول مخلوق معانا اللي هو لاعق الأوساخ وعبارة عن مخلوق فضيع ومريع ووحش يوجد هذا في المراحض الكابوس فيطلع من فتحة المرحاض هكذا ويقوم ينظف المرحاض بلسانه regretting ولكن لو شافك وانت موجود في هداك المرحاض وموسخة راح يجلدك جد هذا الكائن الاول الكائن الثاني عباءة اكا هذا ايش قصته هذا قصته انه مثلا دخلت انت على المرحاض وسويت نمبر تو فجأة اكتشفت انك جبت امه لعيد لما عندك ورق حمام فيطلع لك هذا الشبح وهذا اليوكي لابس احمر ويسألك هل تريد ورق حمام احمر ام ورق حمام ازرق فاذا قلت له احمر راح يقفعك فيشورك واذا قلت له ازرق راح يخنقك حتى الموت يعني كده ميت وكده ميت وهذه القصتان او الاسطورتان اخترعهم بالذات الاباء ليش اخترعهم الاباء حتى يخوفوا عيالهم الصغار من انهم اول شي لازم ينظفوا المرحاض وراهم ويبقوا دائما نظيف وثاني شي انهم دائما يجيبوا ورق مرحاض معاهم لما يجوا يطلع برا يستخدموا المراحض العمومية فهذه القصص من تأليف الاباء اصلا يعني زي عندنا في الثقافة العربية او برق لمسلوخة والبعبة والمشعار فيه وذول المخلوقات اللي اصلا اخترعهم جدي ولا جدك حتى يخلونا نينام وينبسطهم مواحدهم و الى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو في المقطع الجاي من هذه السلسلة راح نتكلم عن شبح يوكي غريب ولها قصة عجيبة غير مطروقة من قبل في اليوتيوب لا العربي ولا الاجنبي بس شوية تحتاج لها وقت هكذا وتحميص وتكون جاهزة فترقبوا الفيديو الجاي هتكون الاسطورة هذي المرة مو مضحكة خلاص خلاص نضحك القصة الجاية هتكون مرعبة وغريبة لا تنسى اللايك والشير والى اللقاء اخد بالك وتتعم الحمام يعني يطلع عليك شبح ولا حق اشتركوا في القناة